بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصل جميعا على صفوة خلق الله من البشرية كلها سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد فنصيحة اليوم من برنامجنا نصيحة لوجه الله نصيحة عظيمة لفت أنظارنا إليها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما نصح فقال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي أيها المسلمون الأكارم ينبغي أن يكون هذا الأمر واضحا في أذهان الجميع الصحبة لا تكون إلا للمؤمنين الصالحين الصادقين الذين ستنتفعوا بصحبتهم وستؤجروا على الجلوس معهم وستؤجروا كذلك على الكلام معهم وهم سند لك لأنهم أصلا إخوة لك يتعاملون معك على أنك أخ لهم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سيقفون إلى جوارك في وقت الشدة سينصحون لك إذا ضللت الطريق ستسمع منهم كلاما طيبا لن يزعجك منهم أحد بكلمة نابية أحرص عليهم واجعل الجلوس معهم لا تصاحب إلا مؤمنا ثم كانت الوصية الذهبية ولا يأكل طعامك إلا تقي بداية بيتك فيه من الأسرار ما فيه وفيه من الحرمات ما فيه فاحرص رحمك الله وكن واضحا في هذا الأمر احرص رحمك الله ألا يدخل بيتك إلا رجل صالح تقي نعم فإذا دخل بيتك وأطعمته إن شاء الله أيًا كان هذا الطعام سيحفظ سرك ولن يفشي لبيتك سراً ولن يذكر شيئاً مما وقعت عليه عيناه لأنه أصلاً رجل عفيف شريف طيب محترم هذا التقي الورع حتى إذا أرد عليك فأطعمك ستأكل عنده من الحلال الطيب إن شاء الله ولن يطعمك إلا حلالاً فضلاً عن ذلك كله فإنه يرضى بما قسم الله له ووالله إنها لتفرق بين الرجل والآخر الرضى بما قسم الله مهما قدمت له فهو راض بما قدمت له لم تسمع منه لمزاً ولا غمزاً ولن يضحك ولن يسخر ولن يهزأ بل سيحمد الله ويشكره الذي هيأ له هذا الطعام في بيتك فاحرص ألا يأكل طعامك إلا تقي وأن لا يدخل بيتك إلا تقي نعم وينبغي أن تكون قوياً في ذلك وحذاري حذاري أن يذهب بك الخجل مذهباً يتيح لهؤلاء وهؤلاء أياً كانت أخلاقهم يتيح لهم أن يدخلوا إن أردت الأجر والثواب فإن التقي الورع هو الذي ستؤجر عليه وعلى إطعامه بإذن الله التعامل مع المؤمنين الصالحين غاية من غايات الإسلام لماذا؟ لأن كل تحرك مخلص مع أحد المسلمين أنت مأجور عليه بل أنت مأجور على كل كلمة طيبة تتبادلها معه لوجه الله عز وجل بل أنت مأجور كذلك على ابتسامة عريضة قدمتها لواحد من إخوانك المسلمين حتى الابتسامة أنت مأجور عليها فليكن تعاملك مع الموحدين الصادقين المخلصين المهذبين الأتقياء الذين إذا نوذي للصلاة سيقول لك هيا يا فلان دون أن تنتدبه لذلك سيبادر هو وهو في بيتك سيبادر ويقول لك هيا لنؤدي صلاة العصر أو صلاة المغرب أو ما إلى ذلك هذه آية من آيات الصالحين تعرفهم بسماهم إن شاء الله أسأل الله أن يأجرك خيرا عن كل ما قدمته لله رب العالمين أسأل الله أن يأجرك خيرا كذلك عن صحبة الصالحين الطيبين وأن يجمعنا الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها للمتقين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته